موسيقى أيها الأخوات الفاضلات الحاضرات معنا كلامنا كله من أول المحاضرة من أول كلامنا يخص الرجال والنساء حتى وإن لم نتكلم بكلامنا خاصا بالنساء ولكن إليكنا هذه الكلمة أيها الأخوات الفاضلات نحن مقيمون على شهر مبارك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميع رجالا وأول نساء أن يعيننا على صيامه إيمانا واحتسابا ننظروا هنا هنا النية يجب أن يكون هذا الصيام إيمانا واحتسابا ليس عادثا نعتادها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إلى قيابه إيمانا واحتسابا الغاضب 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 من قاما رمضان وإيمانا وإحتسابا وإيمانا وإحتسابا من قاما ليلة القدر وإيمانا وإحتسابا وإيمانا وإحتسابا هذه هي هي وإيمانا وإحتسابا فأنا سأأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياه رمضان Kemudian قال بلiau وَهَيْا رَا أَخْوَات يَنْ أَدَى دِي روان سيبلا وهي para أخوات الفاضلات yang dimuliakan oleh Allah SWT pembicaraan kita sejak awal tadi itu bukan hanya untuk laki-laki yang hadir di hadapan beliau tapi juga untuk أخوات yang ada di samping kita ini semuanya ini untuk kita dan juga untuk أخوات dan kata beliau kita sudah dekat dengan bulan Suki Ramadan ini untuk kita semua ini kita sudah dekat dengan bulan Suki Ramadan semoga Allah SWT mempertemukan kita dengan bulan Suki Ramadan اللهم بالغنى Ramadan semoga Allah SWT mempertemukan kita dengan bulan Suki Ramadan dan juga kata beliau semoga Allah SWT membantu kita untuk mengikhlaskan niat kita ketika kita berada di bulan Suki Ramadan coba lihat betapa pentingnya niat Nabi SAW mengatakan من صمى Ramadan imanan واhtisaban بُفِرَ لَهُمَا تَقَدْ دَمَا مِنْ ذَنْدِي barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena keimanan واhtisaban dan tidak ada yang diinginkan kecuali mengharapkan pahala dari Allah SWT apa balasannya بُفِرَ لَهُمَا تَقَدْ Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu dosa-dosanya yang telah lalu semua ini menunjukkan betapa pentingnya niat kita untuk selalu kita hadirkan semuanya karena Allah SWT أيها الأخوات الفاضلات أيها الأخوات الكلمات وأنتن تعملنا في البيوت وتقدمنا الطعام وتعينونا الأزواج وقصوصا في شهر رمضان هذا العمل من أعظم القربات التي تتكرر بيها المرأة إلى الله سبحانه وتعالى من أعظم القربات ومن أعظم العبادات لا تجعلين طاعتك لزوجك مجرد واجب أو أديه وأذر عليه صحيح تؤجرين عليه ولأنه عادة من العادة لا تجعلين ذلك مجرد عادة من العادات لأن المرأة تطيع زوجها لا نريد أن تتقربين إلى الله سبحانه وتعالى أن في طاعتك لزوجك تقصدين بها تنوين بها قربة إلى الله لأن الله أمرك بطاعة في زوجك فأنت في عملك في البيت وفي تأدية تربيتك لأبنائك وفي قيامك بأعمال المنزل كل ذلك إذا احتسبت الأجر إذا احتسبت الأجر احتسابا احتسبت الأجر فهو من أعظم القربات التي تتقربين بها إلى الله سبحانه وتعالى الناس الناس في رمضان قد يقول الزوج منشغلا بتلاوة القرآن والأبناء كذلك وأنت منشغلا في معظم الوقت في يعني في حدوظهم الساعات الأخيرة في المطبخ تعدين الطعام لأبنائك لأهل أسرتك فأنت على طاعة وليس معنى ذلك أن تنسى المرأة نفسها أن تنسى مصحبها أن تنسى صلاتها أن توازن تحرس كل الحبس على أن تتوق يعني وقتا للصلاة وقت الصلوات المفروضة تحافظ عليه لا تؤخر الصلوات المفروضة أيها والأخوات من أجل أننا مشغولات لا الصلاة من أعظم الأعمال التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى من أحب الأعمال التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى الصلاة في وقتها بل في أول وقتها في رواية من الروايات هذا كلام لنا جميعا أنت أدعتها في عمل الكهاجة في طاعته لزوجه في ما تقدمينه في شهر رمضان وفي غيره من الأشهر من عمل تلوين به خدمة لزوجه وطاعة لله سبحانه وتعالى فأنت على عبادة من أعظم العبادات كدد بل عربه خسول على أخوات نعبر سواء رمضان لا مكشبه وطاعة لله سبحانه وتعالى لا مكشبه وطاعة لذلك كان ياتيجا أن تجلت درجة فيها لكن يقول عن كتب وطاعة لله سبحانه وتعالى وطاعة لله سبحانه وتعالى لذلك بساملاح لذلك Maka itu semuanya akan dinilai pahala Bahkan kata beliau مِنْ أَعْضَ مِنْ قُرُبَدْ Bahkan ini diantara Cara pendekatan diri kepada Allah yang terbaik Cara pendekatan diri kepada Allah SWT yang terbaik Maka semuanya diniatkan Ketika kita mendapati suami kita Wahai para akhawat Kata beliau Kita mendapati suami kita مُنْ شَرِلُمْ دِكِلَوَاتِ الْقُرْآنِ Disibuk dengan ingin menghatamkan Al-Quran Begitu juga anak-anak kita Maka mungkin para akhawat sibuk Untuk mempersiapkan buka puasa mereka Sesungguhnya dia juga sedang berada dalam kata atan Itu semua tergantung dari niatnya Itu semua kembali kepada Apa yang ada di dalam hatinya Tentunya ini kata beliau Bukan berarti dia melupakan solatnya Bukan berarti dia melupakan juga Kiraat Al-Quran Bacaan Al-Qurannya Tidak Dia tetap memperhatikan bacaan Al-Qurannya Dia tetap memperhatikan solatnya Bahkan secara umum Nabi SAW katakan Amalan yang paling baik itu adalah أَصْلَاتُ فِي وَقْتِهَا Dalam riwayat lain أَصْلَاتُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا Solat di awal waktunya Itu yang terbaik Dia tetap perhatikan itu Tapi ketika dia sudah mendapatkan waktu Untuk kemudian mulai mempersiapkan kebutuhan suaminya Ketika dia sedang berpuasa Dia harus niatkan Itu semuanya Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Sebagai bentuk ketaatan kepada suami juga Maka dia akan lihat Itu adalah merupakan مِنْ أَعْظَ مِنْ قُرُبَاتُ Itu merupakan pendekatan diri Kepada Allah SWT yang terbaik Buat wanita terutama di bulan Sistiromotor nantinya Sistiromotor nantinya Terima kasih hasinner Sabah Terima kasih